الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل تعكف مجموعة Third Citizens Bank Shares على تقييم عرض لاستحواذ على بنك سيليكون بالي المنهار وأفادت وكالة برونبرغ نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأن مؤسسة أخرى على الأقل تدرس الاستحواذ على البنك المتعثر وستكون هذه ثاني محاولة من المؤسسة لبيع سيليكون بالي بعد محاولة لم تنجح قبل أسبوع في الظفة الأخرى من الأطلسي تسعى مجموعة UBS المصرفية للحصول على ضمانات حكومية بنحو 6 ملايير دولار لاستحواذ محتمل على كريدي سويس جروب وذكرت وكالة رايترز وفق مصدر وصفته بالمطلع أن المناقشات لا تزال جارية وربما يتغير هذا الرقم إذ لا تزال عدة سيناريوهات قيد المراجعة وأن الضمانات ستغطي تكلفة تصفية أجزاء من كريدي سويس ورسوم التقاضي المحتملة وتسابق الجهات التنظيمية السويسرية الزمانة لتقديم حل سريع لأزمة كريدي سويس قبل إعادة فتح الأسواق الأثنين هذا ويعكف دوتشي بانك الألماني من جهته على متابعة الوضع في كريدي سويس ترقبا لفرصة محتملة لاستحواذ على أنشطة معينة في المصرف السويسري وتطرقت المناقشات إلى أنشطة وأعمال في كريدي سويس من شأنها أن تكون جذابة للمصرف الألماني العملاق وتقييمه المالي للأصول المرغوبة في طرحها للبيع في حال استحواذ مصرف يو بي إس على أعمال منافسه السويسرية الأصغر أو تقسيمها وذكرت وكالة برونبرغ أن مدولات دوتشي بانك جزء من عملية أكبر لتقييم التداعيات المحتملة لأزمة كريدي سويس أوصت بعثة صندوق النقد الدولي بضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات بليبيا وأوضح المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن بعثة صندوق أكدت خلال الاجتماعات التي جرت في تونس رضاها بخصوص جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي مشيرة إلى أن انقسام المصرف المركزي سهم في تعقيد الواقع النقدي ودعت البعثة إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإنفاق مع ضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات أقرى صندوق النقد الدولي تغييرات في قواعد الإقراض تمكنه من مساعدة الدول التي تواجه حالة عدم استقرار مرتفعة بشكل استثنائي وتفسح المجال لدعم أوكرانيا وأكد المجلس التنفيذي للصندوق أن تغييرات في سياسة الضمانات المالية تستدعي تقييما دقيقا بشأن جدوى هذه الخطة ومصدقيتها في ظل طبيعة مخاطرها المحتملة إذ يستكشف الصندوق حزمة مساعدات تستمر عدة سنوات مقدمة إلى أوكرانيا وتصل قيمتها إلى 15 مليار دولار ارتفعت واردات الصين بأكبر زيادة لها في عام خلال الشهر الماضي فيما تباطأت وتيرة انخفاض الصادرات ما يعزز مؤشرات تعافثان أكبر اقتصادات العالم وأظهرت الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك أن الواردات ارتفعت بنسبة 4.2% مقارنة بتلك المسجلة قبل عام لتصل إلى 197 مليار دولار في فبريل الماضي بعد أن تراجع قدره 21% خلال جنفر الماضي لتمحو أربعة أشهر من الانخفاض ختم الموعد الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة في أمان الله اشتركوا في القناة